بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد عليه عبدالصلاة والسليم معاكم دكتور محمد شلتوت في المحاضرة السادة في ادوبي فوتوشوب سي سي 2018 هنتكلم اليوم دا على حاجة مهمة جدا جواه الفوتوشوب اللي هي اعتبر قلب الفوتوشوب نفسه اللي هو الليرز او الطبقات جواه الفوتوشوب الليرز دا مهمة جدا نحن نقسمها على محاضرتين المحاضرة دي هنتكلم على البانالز الخاص من اللير كله تفاصيله وبيتجم منين من يولير والحاجات دي كلها والمحاضرتين بحيث ما يبقاش فيه مشكلة معانا الضغط المعلومات والناس تبدأ تجرب معايا بكل شيء هحاول وانا باشتغل على اللير او على اي اداة انا باشتغل عليها الا انا بعمل زي تطبيق صغير كده لحد ما في اخر الورشة ان شاء الله نعمل مجموعة من التطبيقات على كل اللي درسناه بحيث يبقى تثبيت للمعلومة بشكل كبير ان شاء الله كلينا ندخل على الفوتوشوب انا هشتغل على التصميم الخاص بالكافر فيسبوك الخاص بالكافر بتاعه عشان اشتغل عليه بالشكل انتو شايفينه كده اللير اهو زي ما حضراتكو انا هشرح كل القائم اللي موجودة هنا ومن ضمنها القائمة اللي تحت انا عندي اللير بيظهر لو هو متظهر معي هنا علشان الناس تبقى متابع معي طبعا بيظهر من وندو اقدر من وندو الاقي هنا ليرز خلاص او اف سبعة من الكيبورد يفتح معي اللير كده لو هو متظهر معي على النافز طبعا اول حاجة نقدر اللير نفسه اسحابه لوحده كده كبان لوحده يبقى مستقل بالشكل اللي انتو شايفينه حضراتكم تاني حاجة اقدر ارجعه طبعا زي ما كان اهو مكانه رجعته مكانه تاني خلاص في الترتيب اهو في الاول عندي في مجموعة من الحاجات كده هنشرحها التفاصيلة بس ابن مشرح اللير والتفاصيل ده كله انا عايز افهم اي موضوع الليرز ده للناس اللي لسه مبتدئة في الفوتوشوب موضوع اللير ده اللي هي مجموعة طبقات او مجموعة تصميمات محتوطة مع بعضيها بترتيب معين عشان يظهر التصميم انا افتح تصميم انا كنت عامله قبل كده الورشة كنت مقدمها من اسبعين في القاهرة خاصة بالانفو جرافيك ايه ده الورشة ده تصميمة او ده مجموعة من الليرات شايفين الليرات كتيرة ازاي هتلاقوا ايه بترتيب يعني مثلا لو انا سحبت كلمة الانفو جرافيك فوق كده مثلا ايه اللي ورا ايه فهتلاقوا هنا ده ورا ايه مثلا ده المربع مثلا هنا الصورة نفسيها نبدأSUF intricate دي الشكل اللي حواليها فهتلاقي دي فكرة اللير اللفوق هو اللي يبقى خاف اللي بعده بالشكل اللي انتو شايفينه كده وبالتالي أنا ترتيب الليرات ده مهمة زي ما انتو شايفين بالشكل ده ترتبها طبعا وتوزيع العناصر على توزيع الليرات عشان يطلع تصميم بالشكل انتو شايفينه بالترتيب اللي انا شايفه نا انا وقفت على اللير ده اهو باشتجل عليه بتطفئسم دي ده تمام؟ يبقى كده انا لو صحبت اللير ده مثلا نفسه على ده بص ده خفجة يبقى ده ترتيبه اصلا موجود هنا فوق ده يبقى هنا ده فوق ده وهكذا فدي فاكرة اللير ببساطة اللي مجموعة الليرات هو بيديني كل عنصر على الشاشة من على ناصر التصميم بتاعتي لوحده في اللير لوحده ليه؟ وانا اتأكد لوه في اللير لوحده عشان انا اقدر اتعامل معاه بسهولة في التحريك اللي انا حركه من مكان لمكان اقدر اكبره واصغره كل ده هقوله لكم ان شاء الله اقدر اغير على الوانه اقدر اتلعب فيه اقدر اقصه اعمل قص لي مثلا يعني انا جيت اهو مثلا جيت على ده وعايز مثلا اقص اليد من تحتي بقى اليد نص بس اروح مع السرس كده وده يزدليت مثلا يبقى انا كده كل عنصر لما يبقى لوحده يبقى اقدر اتعامل معاه فدي فكرة اللير ببساطة جدا خلينا بقى ندخل نشوف تفاصيل اللير انا اقفل التصميم ده خالص مش تسايفه وابدأ كده وابدأ اضغط هنا اشوف اللير الاقي هنا اول حاجة عندي اللير اللير ممكن يجي من هنا وممكن عندي قايمة خاصة باللير اللي هي نفس الاوامر اللي هنا اللي احنا هنشتغل عليها هتلاقي هي نفس الاوامر اللي هنا مفيش اختلاف بينهم وهنقولهم مع بعض ان شاء الله اول حاجة عندي الفيو بتاع اللير نفسه انت عايزه يبقى بالشكل ده واللي عايز تغير الشكل عشان انا عايز تغير الشكل بتاعه هضغط هنا على اليمين على الخطوط الصغيرة دي اللي انت حضراتكم شايفينها هضغط كده ظهر لي حاجة اسمها بانال اوبشنز بانال اوبشنز دي بيظهر بيقولك انت عايز السيم بتاع الصيز بتاعك شكله ازاي عايزه كبير كده عشان تشوف العنصر اللي موجود على اللير ولا لا ولا عايزه صغير ولا عايزه مش عايزه سيم خالص عايزه بالاسماء انا مثلا عايزه كبير قدام حضراتكم متوسط او كبير شوية عشان انتو تشوفوه تمام كده عايز السيم يبقى اللير الكلام اللي عليه شكله ازاي يبقى انت تغيره هنا حسب ما انت تحتاج اللي انت عايزه وتقدر تشوفه انا كده كبرت الشكل اي لير او اي تصميم اول ما بتشتغل عليه بينزلك باكراوند كده مقفول بقفل مقفول بقفل ده لو جيت بأداة الموف طولز ما قدرش احركها بيظهر لي كده يقول لي مش قادر تحركوا لازم تفتح اللير ده ها افصل دي هدوس على كل اللي انا هعمله عشان نفتح مثلا اللير بتاع الباكراوند ده ادوس كلك على القفل اللي مقفول انا كده فتحت اللير ايه اللي عرفني اللون الابيضة هو بيتحرك معي بسهولة جدا بقى كده ده اول حاجة من انواع اللير اللي عندي اللي هو اللير عادي معلوش اي حاجة ازاي يتعامل مع اللير العادي ده بتعامل معاك كثه دريقة انا ممكن ادي له اسم لو دست كلك على لير زيرو ده ممكن اسميه اصميه اصميه باتجراوند او خالفية لو انا بكتب بالعربي مسلا الخالفية مسلا خلاص او الباتجراوند تمام كده كده سميته طبعا انا ممكن اخفيه من العين دي زي ما انتو شايفين كده انا اخفيته بقى كده التصميم شفاف مفيش اللون القوي يبقى كده اول ما اتعملت معه خلينا انا اخد اداء من الادوات عشان تديني بس باقي الليرات انا اخد ليرين النهاردة اللي هو اللير الخاص بالتكست تكست الير والخاص بالشيب الاشكال التلقائية فهتلاقي هنا عندي اداتين ادات التكست اهو واول ما اخترت ادات التكست لها طبعا محاضرات مفصلة هنتكلم عليها بس احنا بناخدها هنا كتطبيق بس سريعا ادات التكست دي انا عملت كده توست هختار اول حاجة اللي هنوزلت طيب اللي هي فوق الطول دي كده واختاروا النوع الفونت مثلا خليه دا مقاسو خليه 16 مثلا نوع الفونت اي نوع بقى خليه النوع ده ممكن عربي انجليزي زي ما حضراتكو حابين ماشي وهبدأ اكتب مثلا محمد شلتوب مثلا وممكن اكبروا بس قدام حضراتكو شوية بالشغل اللي انتو شايفينه ده عشان تشوفوه بالشغل ده شايفين كده طبعا بقت حرف تي محمد شلتوت عشان ده يقول لي ده layer text double click عليه كده يعمل لك select لي layer نفسه بتاع التكست ده قدر تغير مثلا الالوان تقدر تتلعب فيه وكل ده هنتكلمه مع بعض بس شوفو شكل اللي ازاي علشان هنبدأ نتعامل مع هذه الليارة بالموف طولز اقف كده اقدر اغيره اهو اقدر احرقه من مكان لمكان احطيته كده فده نوع تاني من انوع layer يبقى عنديه layer normal layer العادي والlayer اللي هو تكست ولو انا عملت من الشيب دول دول اشكال خاصة بالشيب اللي هي مربع مستطيل line غيره هجيب اللي هي الشكل المستطيل وجيت رسمت كده برضو لي بصوا ليه هنا في الالوان لون نفسه اقدر كده اختار لون مثلا ليه وليكن اختار اللون الاصفر مثلا خليني اختار اللون الاصفر بصوا بقى ايه اللي حصل هنا بقى عندي هنا ده بيقولك ده shape layer زي ما انتم شايفين كده فالlayer shape ده بصوا بقى لو جيت بالموف طولز كده ايه اللي حصل هو خفى كلمة محمد شالتوت صح؟ لو انا حركته لتحت كده بقى محمد شالتوت اللي فوق والكلمة بقى تحت بقى كده عملية ترتيب layer دي عشان نفهمها زي ما انتم شايفين كده انا ممكن اخفيه بشكل تاني اخفيه من علامة العين زي ما انتم شايفين كده خليني اخده بس بكده مثلا هون يبقى كده خافي محمد وشالتوت ورا الشكل نفسه يبقى كده اول حاجة احنا بنتعامل معه بصوا معي بقى ال option اللي موجود هنا ال option اللي موجود هنا اللي اقدر اتعامل معه طبعا العين زي ما بقولكو تحريك اي layer اتأكد layer اللي انت شغال عليه هو اللي انت عامله سيلكت اوقف عليه دي نقطة تاني حاجة عندي هنا انا قدر اعمله افل هنا انا كده عملت له افل ما يتحركش اول ما يحصل كده بيقولك ده معموله look ودي ميزة لو انا عندي اللي يارات كترة في التصميم فبالتالي في حاجات انا خلصت الشغل عليها عناصر موجودة في الشاشة خلصت الشغل عليها فلازم اقفلها علشان ايدي ما تحركهوش في عندي هنا الاوباستي او الشفافية او الفل الاوباستي دي لو انا عملتها كده بتديني الكلمة او الحاجة اللي انا وقف عليها شفافة شوي خلينا اقف مثلا على المستطيل الاصفر واقف كده واعمل بشكل شفاف زي ما انتم شايفين كده شوفتو ازاي لما عملتها بشكل شفاف يبقى دي اقدر اتلاعب في الشفافية بتاعتها اقدر اتلاعب في الشغل بتاعها زي ما انتم شايفين كده يبقى الاوباستي والفل اللي هي درجة الشفافية ودرجة الفل بتاع اللون نفسه اقدر اتلاعب بيه بالشكل تاني حاجة عندي هنا دي مجموعة من الحاجات الخاصة بزي تأثيرات layer multi, light, color, brain الحاجات دي darking بصوا كده اقدر اتلاعب عليها على اللير نفسه بتحصل ايه لازم تقف على اللير اللي عايز ياخد تأثير اللير اللي تحته زي ده مثلا بصوا معي لو انا جيت هنا واخترت مثلا lighting مثلا بصوا ايلا حصل تأثير اللير هنا اختلف معي خلينا اكبر بس هارجع تاني اهو عشان الناس تشوفها يبقى انا كده خدت مثلا امن خليته normal تاني وروحت مكبر محمد شلتوت شوية خلينا اكبر الفنت بتاعها شوية كده 60 انا كل ده اشرحوا متقلقوش علشان الناس متقلقش معي وادخل كده محمد وهاجي كده اهو وجيت عند الريكتانجل دي اللي هي الشكل الشيب عندي وجيت هنا اخترت ممكن اختار كزا حاجة بقى ممكن اختار overlay مثلا شوف اكثر ازاي ايه ده تأثير بصيط ممكن اختار يعني انا لازم تجربوها المونيستي مثلا اثر بالشكل ده يبقى دي تأثيرات اللير بياخد اللوراه هنا مثلا لو اخترت lighting مثلا شوفتوا ايه اللي حصل بقى عندي شلتوت دي واخدت تأثير من الشكل بتاعك بالشكل انتو شايفينه كده فأسروا على بعض فخد من اللون بتاعه فبتأت تظهر بالشكل ده فده طبعا احنا بنتعلاعب فيها لما باجي اعمل دمج في الصور وغيره وغيره في الشكل اللي انتو شايفينه يبقى دي الجزء ده جزء خاص بالقبستي والفل خاص بالتأثيرات فيه جزء تحت تاني كده هقولك عليه سواني بس خلص اللي فوق الجزء اللي خلص اللي فوق ده اللي هو ده بيقولك لو انت عندك مجموعة من اللير خلينا نفتح الصورة اللي انا كنت افتحها مثلا كده عشان فيها ليرات كتير احنا دي فيها ليرات كتير معايا كده شايفين هنا القايند بيقولك انت عايز تخليها بالنيم هتلاقي يظهر لك بالنيم بتاع الاسم نفسه خلينا كده اختار مثلا هنا بص اخترت بالنيم انا عايز مثلا اسم اللير اي سي تي خلينا اكتب بالانجليش اي سي تي مثلا بصوا جاب لي سرش على الليارات اللي هي واخد الاسم لو انا مسام اللير زي ما احنا قلنا كده يبقى كده عمال لي بالاسم هنا عمال لي بالإفكت يعني اللي واخده إفكت ودي الإفكت بتبقى واخده زي تأسرات هعمل إفكتات عشان تبان معاكو في الشغل بتاعك اللي بالمود يبقى انت كده بتشتغل عليه ههو اللي بالكالر مثلا بالسمرت اوبجكت يعني اللير اللي هو السمرت اوبجكت او غيره بالسلكت اللي انت محدده يعني انا لو جيت كده وحددت مجموعة من اللير هدوش شفت اهو حددت دول عندي خمسين لير مثلا وجيت قلتول انا عايز اللي انا محددهم مش شايف وممبافين فاخترت كده فطلع عليه السلكت دول الإفكت هاي اللي انا بقولوك عليه هتلاقي اللير واخد افكت كده افكت زي دروب شهادو وغير وغير فدي كلها هتظهر معاك وكل ما تكبر الليرات هتستفيدوا من القايمة دي اللي هي قايمة زي عملية السيرش كده عملية السيرش اللي انت تشوف اللير عايز توصله ازاي عن طريق اللي هي مجموعة الاختيارات الفوق لير تيكست لير واخد فلتر ادجاسمنت لير سور بيكسل لير شيب وهكذا فدي مش هنستفيد منها دلوقتي طالما الليرات قليلة مش هتحتاجها او هتشتغل عليها لنرجع الى تصميمنا يبقى انت الجزء اللي فوق ده هو جزء للوصول السريع للليارز بتاعتك اللي عندك كل ما الليرات بتكتر عشان ممكن تدخل فيها انت عايز لير معين او اسم معين انت عارفه فبتدور عليه عشان توصله او نوع اللير ايه بتختار نوع اللير انا عايز الليارات التكست بس لما ضغلت التكست زهر لي محمد شلطوت لما ضغلت بيكسل زهر لي باكراوند بس لما ضغلت الشيب زهر لي مربع بس لو انا عندي خمسين ستين لير شاب هايزهر لي كل الشاب يبقى انا بقدر اوصل لهم بسرعة فهذا الجزء الثاني من اللير الجزء الثالث اللي هنا اللي انا اي لير انا ممكن امسحه شايفين علامة التراش دي يعني انا جيت عند البجر ممكن اسحبه على الريسايكل كده مسحته اعمل كنترول Z كنترول Alt Z عشان ترجع بس يبقى دي التراش دي عملية اللي هي Create New Layer لما اضغط كده نزل لير جديد لير واحد شفتو انا كل ما اضغط هتلاقي لير وليرات فاضية ليرات فاضية عشان ممكن بعد كده اسحب فيها صور اسحب فيها تصميم تاني يبقى انا بجاهز الليرات وادىها اسم كمان زي ما انا عايز مش عايزها بروح سحبها على ريسايكل بالشكل ده واقف كده واسحبها على الريسايكل بالشكل ايه ده الجزء التاني ده ده جزء الفولدر او التنظيم مثلا Create New Group مثلا انا عندي تصميم معين زي ما انتو شايفين هنا رجعنا للتصويم ده عشان موجود انا عامل دي جروب 1 لو ضغط كده على الفولدر ده Create New Group عملت كده جروب مثلا اعايز احط فيه الصور بتاعتي واروح ساحب عليه يعني انا مثلا لو رجعت برضو للتصويم اللي انا عاملينه هعملته جروب جروب خاص بالتكست هاجه اقف على التكست كده وعمل جروب اهو واسميه مثلا اختصار للتكست TXT خلاص واروح ساحب محمد شلتوك جواه هاسحبه كده واسيبه بقى عندي الجروب اهو يبقى عندي جروب تكست واجه هنا مثلا جروب تشيب مثلا اختار Create New Shape يبقى جروب 1 كليك على جروب 1 ماشي واروح ساحب بالشكل ده فبقى عندي جروب تاني بالشكل ده ده طبعا بيساعدني ان انا نرتب الليارات عندي اقدر اخفي الجروب كامل بكل اللي هوه بكل محتوياته بالشكل اللي انتو شايفينه تمام؟ تاني حاجه عندي هنا مثلا زي خلينا نخفي الليار بتاع الجروب ده وخلينا على التكست عندي هنا حاجه اسمها اللي هي بقى ده التأثيرات الصوليد color ودي ليها تفصيل لوحديها اللي انتو تقدر تعمل تأثيرات على الصورة نفسها بجريديان كده مثلا بصوا معايا هدي اي تأثير بس شايفين تأثير على الخلفية نفسيها كلها وقدر اتعامل معاها زي ما انتو شايفين بالشكل ده اغير شكلها على العفلو باستي بتاعتها دي بتأثر على الشكل كله او التصميم كله اللي هي الادجاسمنت دي تمام؟ اللي هي ليها تأثيرات اللي هي solid color pattern levels فيها تأثيرات بتغيروا بنعمل فيها شغل كويس تقدروا تستفيدوا منها هوا زي ما انتو شايفين كده كل الحاجات دي هنتتكلم علي بالتفصيل ان شاء الله ليها محاضرة لحديها عشان ليها طريقة هنا وليها طريقة تانية في الادجاسمنت هنا برضو بتتعامل معايا اللي انا اقدر اغير بقى على حاجات معاينة بعمل لها سلكت ومحايدة تمام؟ فديها ان شاء الله هنأجيلها لحد ما نعرف تأثيراتها ازاي اللي هي create new fill adjustment layer وفي هنا المحاضرة الجاية اللي انا بعمل المسك لللاير عشان دي تأثيرات معاينة اللي انا بديكم تطبيق عليه الفكس ده جميل جدا خلينا نقول من مرة دي على التكست ده مثلا انا عايز اعمل لها drop shadow وعايز اعمل لها stroke وده انت بتشوفها كتير في تصميمات خاصة بالبانر والoutdoor والحاجات دي كلها لما اضغط كده بيظهر لي مجموعة من التفاصيل هنا خلينا نقولها بسريعا عشان برضو تعرفوها وبس ليها برضو معانا سوالات و جوالات في التطبيق بتاعتنا انا عايز اعمل drop shadow لما بغت على drop shadow بصوا بقى اللي بيحصل بيفتح لي هنا حاجة اسمها layer style ببدأ اغير فيها و بيأسر لي تحت اللير اللي انا عارفه اللي انا مختاره محمد شالتوت حطي لي effects وحطي لي اللي هنا effects ده في drop shadow كل دي الافكتات اللي موجودة تحت عند حضرتك هنا تقدر اي افكت انت عايزه اختار علامة الصح بتاعته هينزل عندك والافكت نفسه لما توقف عليه هتلاقي هنا ليه تأثيرات تأثيرات ازاي اقدر اغير في size التأثير بتاع drop shadow مثلا اهو شايفين drop shadow عمل ازاي اعمل كده اهو يبقى انا بلعب في drop shadow اللي انا عايزه اقدر اغير اللون بتاع drop shadow نفسه كليه مثلا ازرق يبقى نازل شايف نازل اعمل لي shadow بسيط كده اقدر اعمله stroke خليني اعمل stroke ليها اه فين ال stroke اهي شايفين لما اقف على stroke نفسه ظهرت ال stroke اهو ال stroke ظهرت باللون اسود اقدر اقبر size بتاع ال stroke اهو زي ما انتم شايفين حضراتكو اقدر اخليه برضو لونه مثلا اقدر عشان يبان اه معاكو هون بقى اللون اقدر بالشكل ده طبعا النصيحة بس في الجزئية بتاع اللير style ده انا طبعا بعد ما اخلص ادوس اوكي طبعا اللير style ده انا بمسح الناس ما تشتغلش فيه كتير عشان ممكن يباوز التصميم خلص اشتغل فيه يعني في ديق جدا في اللير style زي ما انتم شايفين كده ده اهو بيقولك انت واقف على اللير اللي هو التكستر دع محمد شلتوت ده موجود في اه افكتس عايز تلغي الافكت الغي العين دي انت كده لقيت الافكت عايز تلغي افكت من تحت الافكت نفسه مش عايز ال stroke مش عايز ال drop shadow محتاج ال stroke بس هلغي ال drop shadow يبانا باخفي العين انا قفلت كده اسيلكت زي ما انتم شايفين دي ببساطة البانالز بتاعة اللير ليها تفاصيل اخرى هتلاقي هنا مثلا انا بعضا من هنا اعمل نيو لير هعمل كوبي اس اس كوبي كل الحاجات دي هكلم فيها بس ان شاء الله مع التطبيقات بتاعتنا ممكن اعمل double kate لللير يعني لو افتر ايت كليك عليه كده هعمل double kate لير يعني نسخة بكل اصل من اللير بتاع محمد شلتوت هاضغط كده يبانا كده عملت double kate لير عايز تغير اسمه ولا بيطلب منك تغير اسمه ولا بقى هخليه مثلا محمد شلتوت قبي وادوس اوكي ابدأ احركه هتلاقي اثنين من اللير دي يعني هقفل بها المحاضرة والباقي الاوامل الباقي واللير ماسك وغيره هتبقى مع التطبيقات بتعرفوها ان شاء الله بإذن الله بس دي المبادئ الاساسية الخاصة باللير علشان الناس تقدر تتعامل مع اللير ما تتعبش بعد كده الاوامر الاخرى اللي هتلاقوها هنا سوري معلش الاوامر الاخرى اللي هتظهر هنا او الاوامر الاخرى لما بتدوس click يمين على اللير كل الاوامر دي بسيطة جدا علشان انتو هتبقى عارفين الاساسيات بتاعتكو ايه في التعامل مع اتمنى كون المحاضرة بسيطة وخفيفة استنونا إن شاء الله بإذن الله في المحاضرة جاية على المحاضرة الخاص باللير وت وهو الـ Smart Object الخاص بالليار برضو وتكمل على اللير وبعد كده نبدأ ننطلق فيه أدواتنا إن شاء الله مع المحاضرة التامة بإذن الله تواصلوا معي فعلوا الجرس عشان يوصل لكم وعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد في المحاضرة بإذن الله أو المحاضرات الجاية وتابعوا المحاضرات الأخرى في حاجات تانية على القناة غير الفوتوشوب بإذن الله وأتمنى تكون المحاضرة بسيطة وخفيفة وأشوفكم على خير بإذن الله في محاضرات قادمة كنت معكم د. محمد شلتوت في Adobe Photoshop CC 2018 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته